تبني حل يكفل الخروج من الأزمة مبادرة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح التي تمثلت بدعوته لتفعيل المادة 102 من الدستور وتنحية بوتفليقة كانت الحدث الأبرز والذي أعاد خلط الأوراق في المشهد الجزائري وأزمة الرئاسة إلا أن كواليس تلك المبادرة وما دار قبل خطاب قايد صالح وبعده لم يكن أقل أهمية حيث كشف موقع اندبنتنت العربي نقلا عن مصادر مقربة من قيادة الجيش أن صيغة الخطاب والمفردات التي استخدمت فيه كانت مدروسة ومنطقات بعناية لتفادي أي اتهامات محتملة للجيش بإدارة انقلاب ناعم على السلطة وفي الوقت ذاته الاستجابة لمطالب الشعب بحماية المؤسسات الدستورية للبلاد مقترح الاستقالة الذي كان يعتبر مخرجا مقبولا لم يلقى استحسانا من الرئيس أو من المقربين إليه تأسيما أشقاؤه الذين اجتمعوا مع موفدين من المؤسسة العسكرية مرات عدة كان آخرها قبل خطاب قايد صالح بأربع ساعات فقط علي صباغ العربية